السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم بلقاء جديد ضمن سلسلات الهندسية إنجنير اللقاءنا اليوم مع الدكتور إليا حنين تكملي للقاءات سابقة الحقيقة بالستيل استركتر واليوم رح يحكي عن الأنكر بالخرساني الدكتور إليا بداية نعرف به طبعا هو الحقيقة غني عن التعريف من خلال محاضرات ومشاركاته القيمة والإفادي للزمناء هو يخرج الجامعات المصرية دكتورا بالهندس المدني من جامعة تبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية سيرتيفايد بي أم بي وهو عضو الكود الأمريكي إي سي آي 313 كوميتي له خبرة كبيرة الحقيقة في مجال التصميم للمنشآت الحديدي والخرساني في محاضرة اليوم سيقدم الدكتور إليا مقدمي عن الأنكر بالخرساني والكودات التي تحدث بها واختيار الأنكر ويشرح لنا حالات تركيب أو كيفية تركيب الأنكر وما هي المعايير لقبول الأنكر؟ محاضرة الحقيقة مفيدة جدا وأنا صادفت إشكالات بهذا الموضوع إن شاء الله اليوم نستفيد منك دكتور ونستفيد زملائنا وتتضل معك البايك والشاشي شكرا جزيلا مش هنصبح ياك الله الزملاء الأفاضل أهلا وسهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير وأسلامكم بخير وربنا يدوم عليكم الأيام بخير شكرا مش هنص أنس ومش هنصح حكيم على تعبكم ومجهودكم في التنظيم والإعداد وأنه صراحة يعني بتقض وقت إنكم عشان تفودونا في نشر العالم الموضوع إن شاء الله بتاع المحاضرة النهاردة يعني لما تزهقوا مني قولوا كفاية لأن هذا الموضوع موضوع ملوش نهاية أنا مجهز حوالي 86 سلايد هذا الموضوع بنسبالي من ساعة ما سفرت أمريكا في 2009 بصراحة ما كنتش أسمع عن حاجة اسميها anchoring to concrete بسط بي لما سفرت برة وابتديت أشوف قالوا لي بدا في حاجة اسميها أنزل الموقع واشوف المشاكل بتاعة الأنكرو بوت وخصوصا إن أنا كان شغل الدكتوراه بتاعي في البريكاست بريسترس كونكريت والبريكاست بريسترس كونكريت طبعا زي ما إحنا عارفين زيها زي الستيل بتتركب تركيب يعني هي زيها زي الستيل بالظبط من هنا بقى واضحت الأهمية الأنكرو بتاعة الكونكريت وابتديت أدور وابتديت أبحث وابتديت أقرى في هذا الموضوع المحاضرة بتاعة النهاردة مش هدخل في تفاصيل الأنكرو تو كونكريت كدزاين ولكن فيه هقول بعض الجايدلاين المهمة جدا لازم نعرف الموضوع جه من فيه أكبر الشاشة هل الشاشة كده ظاهرة واشنسى حكيم ايه تمام 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 ايه الكونتينت اللي هتكلم عنها إن شاء الله النهاردة عبارة عن سيبن بوينتز أول حاجة نتكلم على انترو داكشن وكلنا عارفين طبعا إن الموظم المنشآت الخرصانية اللي هي كاس إني بليس الكونكشن فيها بتبقى بين الأعمدة وما بين الكاميرات وما بين البلطات حتة واحدة ما فيش مشكلة فيها لكن المشكلة عندنا لما بيبقى فيه عندك منشأ ستيل ومرتبط بيه خرصان في الواقع كتير جدا وفي منشآت كتير جدا ومشاريع ضخمة بنعمل الـ vertical element عبارة عن خرصانة زي مثلا الكور زي الأعمدة زي الشير وولز وبعد كده الكاميرات بتبقى ستيل وبعد كده بنحط عليها metal deck وبعد كده بنحط البلطة خرصانة فأصبح مهم جدا أبقى عارف تصميم الـ connection أو الـ element ما بين الـ vertical members والـ horizontal members وطبعا مهم جدا لو أنا عندي منشأ كله ستيل طبعا الـ foundation لازم تبقى كلها إيه؟ تبقى كلها خرصانة وبالتالي لازم أعرف تصميم الـ base blade أو الـ column base blade على حسب الـ end condition بتاعي مش بس كده حتى لو كان المنشأ كله خرصانة الـ mechanical system بتاعي سوى كان pipes أو كانت water pipes أو كان air conditional HVAC system أو كله بيبقى anchors في الخرصانة مش بس كده لما حتى الـ cladding panels بتبقى كلها anchors مع الخرصانة فإذا ما فيش منشأ ما فيش منشأ نقدر نقوله دلوقتي في العصر الحديث إن ما فيش connection ما بين الخرصانة وما بين steel أو aluminium أو 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 من هذا المنطلق هذا الموضوع مهم جدا جدا من وجهة نظري وما فيش مهندس لازم يجبقى على دراية كافية بهذا الموضوع طب يا ترى الـ history بتاعت الـ anchoring to concrete الـ history يا ترى الكود بقوله للأسف الموضوع ده بيتاخد فهلوة للأسف بيتاخد فهلوة ناس كتير قوي بتقول يعني بتعمل هذا الموضوع والخرصانة سرها باتع بدون calculation وبدون أي حاجة خالص من حوالي بالضبط 3 أسبوع كنت في inspection في bridge ولقيت الصورة دي في الأباطمة لقيت الصورة لقدام حضراتكم دي في الأباطمة زي ما حضركم شايفين إن هنا في anchor bolts للstringer بتاع البريج وحصل شير crack أو crack نتيجة الـ expansion بتاع البريج والأنكر طبعا ضغط على الخرصانة نتيجة وجود some kind of like it's missing some kind of stir-ups أو is not designed in good condition أو 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 هذا البريج عمره خمسين سنة مثلا أو ستين سنة إذن الدرس اللي استفدته من هذا الأمر إذن حتى لو عندك error في design مهما طال العمر لازم هيحصل crack في هذا error ممكن المنشأ ما ينهرش بعد سنة بعد اثنين بعد عشر بعد عشرين بعد بس بعد وقت معين أبتدي المشاكل بتاع التصميم بتظهر الكود الأساسي اللي هو بيربط جميع الـ standard or specification هو الـ international building code والـ IBC دايما reference بعض الأكواد داخليا عشان نرجع لها لأنه مش مغطى كل حاجة هو بس كده أبارة عن الأب الروحي بتاع الأكواد كلها فلو بصيت في جزء شابتر 19 في الـ IBC هتلاقيه reference الـ ACI 318 reference الـ ACI 318 وهتلاقي بعض الـ items متغيرة من كلام الـ IBC عن الـ ACI وهو بقول لك حتى هذا الكلام بقول لك italic are used for text within section 1903-1905 وقال لك هنا بقى محدد لك بقى أي نوع الأنكور وقال لك لو كاس in the blade is heated bolts or heated stud and hook J or L bolts supposed to install expansion so can torque or displacement وبعد كده undercut with screw in adhesive anchor وإنسان هو سمالك كل اللي انت ممكن تستخدمه الـ ACI ما كانش مهتم بهذا الموضوع من أول قبل 2011 قبل الـ ACI 318-11 كان حطت الـ anchoring to concrete في الـ appendix كان حطه في الـ appendix ما كانش مهتم بقى نظرا بعد كده اللقيوا ان الموضوع anchoring موضوع critical وبيحصل failure وبيحصل مشاكل كتيرة جدا من خصوص الـ anchoring ابتدوا بقى يحطوه في شابتر كامل في الـ ACI 318 وهتلاقي هذا كلام في شابتر ايه شابتر 17 هذا كلام شابتر 17 طب لما ابتدى حطه في شابتر 17 لو حضرتك بصيت في شابتر 17 وبدأت تقراه هتلاقي كمية معادلات وكمية factors مش موجودة في أي شابتر تاني يعني انتو كانت تكون كده لو بصيت للbeams لو بصيت للcolumns لو بصيت للslabs هتلاقي كله معادلة 2 3 4 5 10 هذا الشابتر في كمية معادلات مهولة كمية factors مهولة لانه كله مفيش مبني على اختبارات معملية مبني على اختبارات معملية طب اللي سكوب بتاع الكود الكود قالك ايه قالك اللي سكوب بتاع الشابتر 17 هو عبارة عن قالك this chapter shall apply to design of anchor in concrete used to transfer loads by means of tension shear or combination طب between connected structure element يو بحنا بتتكلم دلوقتي عن اتنين structure element طب الغرض التاني قالك safety related attachment and structure element يعني لو انا عندي مسورة pipe اي ان كان نوع الpipe ايه او انا حتى attach مروحة اعتبرها safety related attachment to structure element لازم الكونيكشن بتاعها دي تتصمم according to chapter 17 بعد كده قالك are intended for in service condition انا مبكلمش هنا على short term handling for construction انا بتكلم على in service condition يعني حاجة باستخدمها طوال الوقت حاجة مهمة جدا طبعا اللي مقراش الشابتر ده بعناية هيلائي في حاجة في البند 17.1.4 بولك ايه this chapter does not apply for load applications that are generally high cycle fatigue or due to impact يعني احنا هنا بنتكلمش على لو انت عندك مكنة او تربينة او 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 بتعمل high cycle fatigue او impact load chapter 17 is not gonna add like chapter 17 is not gonna add like طب لما يجب تكلم على definition بتاع الفرق ما بين high cycle fatigue وال impact وكلام ده كله قالك لو بصيت في الجدول البسيط ده هك هتلاقي الفرق قالك في عندك low frequency او load cycles وفي عندك high يعني ال high مثلا هتلاقيها زي machine generating high initial acceleration زي turbine مثلا هتلاقي معظم التربين محتوطة على springs عشان تقلل vibration وكل هذا كلام فاذا مهمة جدا اعرف الفرس اللي عندي تصنيفها ايه هل هي high cycle fatigue هل هي due to impact يعني على سبيل المثال لو انا عندي blast resistant load منفع ده اسمه impact load منفعش اصمم عليه شابتر ايه شابتر 17 بعد كده نخش على الأنكور type ايه هي الأنكور اللي مسموح بيها والأنكور مش مسموح بيها لو بصيت في الكود في شابتر 17 بيقولك في البند 1.2 قالك في عندك الكاس اني بليس في عندك الكاس اني بليس طب الكاس اني بليس ده بالنسبة لنا ايه هي أنواحهم قالك بص ببساطة شديدة هي عبارة عن start ويه 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 والأنكور بولس الأنكور بولس اللي هو أول واحد بشكل طيب لو أنا استخدمت هبص بس على الاول استخدام ايه هي استخدامات الهيدد استاد ايه هي استخدامات الهيدد استاد الهيدد استاد الهيدد استاد من أكتر حاجات اللي أنا شخصيا بستخدمها في الكنيكشنز على سبيل المثال لو منشأ بالشكل ده ده عبارة عن كان زي ما حضراتكو شايفين كده ال vertical elements already constructed ولسه ما فيش عندنا floors ولا حاجة خالص بس فيه some kind of temporary support عشان قاطر البريسنج وعشان قاطر الويندو كل هذا الكلام لو بصينا في داخل المنشأ هتلاقي حضرتك في embedded plates زي ما حيك شايف كده هو و الموجودة في الخراصانة دي ده عشان تستقبل مستقبلا ل اللي هي هيبقى عليها الميزنينج او اللي هيبقى عليها الفلوز زي ما حديك شايف اهو برضو استيل بليت attached to the concrete ودي attach زي ما حادك شايف كده الشكل استاد عند حضرتك هو موجود وال استيل بليت اهو جوال جوال العمود او جوال وال وده شكل مثلا من ال details بتاعتها كان شكلها ازاي الهيدة استاد طبعا كلنا عارفينها مشهورة قوي بنسميها نيلسون استاد ولها جدول ولها ولها مواصفات و الناس كتير قوي مش عايزت يعني ممكن تشوف ما سامير لها هيد وتقول هيدة استاد ازناط هيدة استاد الهيد استاد مشهور قوي ان فيه جزء كده بارز لو حالك شايف كده الصورة على الشمال ما عرفش الكرسي بتاعي ظاهر ولا لا في الصورة على الشمال اهي هتلاقي فيه حاجة بارزة كده هيدة دي عبارة عن يعني حاجة لما بتحصل الشرارة الكهربائية لما يجي الحموم ان هي بتولد بتعمل البوندينج او بتعمل اللحمها زي ما نشوف دلوقت في صورة من الصور او فيديوز غير ده تقريبا ازاي بناستخدم الميتل استاد في حالة الشير كونيكتورز ما بين البلاطة ودي الماكنة اللي احنا بستخدمها معظم الوقت في الفيلد زي ما حضرتكو شايفين الـ الـ هي ما بيلحمش حوالين الانكور اطلاقا ولكن هو الحتة اللي انا قلت لحضراتكم الجزء ده هو هو المسؤول عن موضوع اللي حاجة حديثاً حديثاً فيه الابراج وفيه المنشآت العالية وابتدوا يستخدموا حاجة اسميها الـ والـ ده انتشر انتشار كتير جداً في امريكا هنا دلوقتي بيعمل الكور عبارة عن شيل استقيل وجواها الخرصانة وبعد كده بيلحم الـ في الشيل اللي موجودة من برا وفيه ما بين الشيلز وما بين وما بين الخرصانة سواء كانت عبارة عن او كانت عبارة عن او كانت عبارة عن او اي ان كانت بيستخدموا ايه تاني نوع من الـ اللي هو الـ الـ وده اكتر ممتشر جداً ما بفضلش الـ ولا بفضلش الـ ليه؟ لان الـ لو تلاف برا على الـ هتلاقيه هيوقع على الـ وهيعمل مشاكل مستقبلية عشان كده بستخدم الـ 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 طبقاً ليه الـ في عندنا كذا نوع اول نوع هو عبارة عن اللي هو هتلاقي الـ النوع التاني ان الـ ما بين الـ والخرصانة وده الممتشر كتير جداً النوع التالت اللي هو عبارة عن وده مشهور في المنشآت الطرق عشان خاطر عشان خاطر حاجات كتير جداً فبنسموه مفيش عندك جراوت وفي الحالة دي بيبقى في عندك ناطس وناطس مرحوظة من الحاجات المهمة جداً برضو اللي الناس يعني المصممين بيعوا فيها لو بصيت في شابتر 17 في البند رقم 1 point 5 بقولك هذه الشابتر لا تطلب لا تطلب انسرط 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 وهنا ندخل في الانسرط انسرط دلوقتي وتعريفها سروبولز هنا النقطة المهمة جداً انسرط 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 او فيه البييرنج ناطس الخاصة بي لكن الصورة رقم بي او الفيجر رقم بي هتلاقي ان الانكرز كلهم مربوطين ببليت واحد لو الانكرز مربوطين كلهم ببليت واحد هو البيانت او فيلسكوب بتاع الاسي اي 318 ده مش فيلسكوب بتاع الاسي اي 318 وده مبني على تجارب تانية وليه حسابات تانية مختلفة تماماً عن اللي احنا بنتكلم فيه هنا هو في شابتر 17 يبقى شابتر 17 قالها direct مباشرة multiple anchors connected to a single steel plate at the embedded end of the anchor is not permitted to be designed according to شابتر 17 الحاجة التانية برضو اللي شابتر 17 ما بغطهاش اللي هو عبارة عن او اوقات كتير قوي بيبقى عندنا ماشين ولسه الماشين مش عارفين ابعادها وبالتالي بنعمل ايه بنحط اه بنعمل زي باكت كده وديجي بعد كده نعمله رافل من جوة وبعد كده بنحط الانكر بولت ونصب ايه ونصب الخرصانة ونصب الجراوت وبنشمامه على شابتر 17 هذا الامر غير موجود على شابتر 17 اطلاقاً الحاجة الرقم 4 بعد كده اللي هي عبارة عن الpower driven anchors اللي هي بخصوص بالديافرام لما يبقى عندي ديفرام ديك ستيل وبعمله anchoring to the steel beams ونستخدم اي حاجة طبعا الpower driven anchors هنا صورة من الصور برضو زي ما تكلمنا ده steel blades موجود في نهاية الأنكرز من تحت وده الشكل النائي هذا الشكل لا يصمم تبقى لل اي سي قاية 318 شابتر 17 اللي تكلم عليها اللي هي بيتكلم على الليفتنج الليفتنج انسرت اللي بيستخدمها البريكاستر في الموقع عشان الليفت السبيسيس بتاعتهم او الايليمت بتاعتهم اي ان كانت روب او اي ان كان انواع عديدة جداً بعد كده في برضو عندك اللي هو لو حضرك اشتغلت في الكيرتين وولز برتبقى لها انسرت موجودة زي سيت شانلز وحاجات بالشكل ده برضو دي عبارة عن انسرت اسبيشيال انسرت وهكذا طبعاً الادفانتج وبتاعت الكاس طبعاً لا تعد ولا تخصى ان الحملة بتشيل احمال عالية بنحط فيها تسليح عشان يقاوم كل الكراك وا 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 من احدى عيوبها الخطيرة وبصراحة الواحد بيعاني من هذه العيوب ان اوقات بيحط البلات والبلات ميسنج سبات ميسنج سبات او شيفتن وبالتالي لما تيجي تعمل البيمز الستيل بين بداعتك بتلاقي الموضوع خرج عن السيطرة والبلات ما ينفعش فبالتالي حالة في الحالة دي لازم تستخدم بوس انستور انكوز طبعاً ده من حاجات الخطيرة ان البلات بتحط اوقات مش في مكانه او لو انا عايز اغير مثلاً اللي اوت او المعمارة عايز اغير حاجة طبعاً لازم ببتدي من اول وجديد وكل البلات اللي اتحطت اصبحت فيها مشكلة بالنسبة للبيس بليت بتاعت الكالامز اوقات الانكور ما بتبقاش بالاستامبة ممكن تتغير او البلات المحطوطة او الانكور بولت ممكن ما تبقاش ماتش مع البيس بليت وبالتالي بيبقى في مشكلة اني الانكور شفتت يعني ربع ميلي ميلي او اتنين ميلي وبالتالي البيس بليت لما بيجي يركب ما بيركبش فيهم وهكذا دي احدى العيوب الخطيرة بتاعة الكاس انكور النوع التاني اللي هو البوس التاني انا كل ده جابه بتسلسل عشان اوصل للسلايد دي بصراحة البوس انستول انكور Build انكور عندنا انواع كتير جدا في عندنا ال sol البوس انستول ان كور وفي عنده البوس انستول اندر كانت انكور وفي عندنا البوس انستول انكور وفي عندنا البوس ان ؟ انستول搜ه انها والكود حديثا ده في الACI 318 الشير لك عايز حضرتك بس تبص على حاجة مهمة جدا هنا في السلايد دي إنه هو حط هنا reference يعني ما حطوش في الكومنتري لا ده حطو في البادي بتاع التكست قالك ده شرط مهمة جدا قالك بوس install expansion that's meet the assessment criteria of ACI 355.2 ولما جاه تكلم على adhesive anchor دك إيه قالك برضو نفس الكلام that's meet the assessment criteria of ACI 350 355.4 ده يحط هنا علامة استفهام مهمة جدا إن مش كل الانكورز اللي موجودة في السوق ينفع تستخدمه مش كل الادهسف البوكس اللي موجود في السوق ينفع تستخدمه ليه؟ لأنه لازم الابوكسي ولازم الـ expansion anchor ولازم الـ undercut anchor ولازم الـ screw لازم يكون يتعامل عليهم تست وتعامل عليهم قبول تبقى لشروط الـ ACI 355.2.4 تعال نشوف الكلام ده يتميز قال لك أنواع البوكس انسطول anchor البوكس انسطول anchor are installed into drill holes after concrete has hardened يعني بنحطهم بعد ما الخرصانة تتصب وهكذا بوكس انسطول anchor transmitted load in to the concrete by friction bearing bond طبعا على حسب expansion anchor نفسه أو البوكس انسطول anchor في منه أنواع كتير جدا فيه نوع بيشتغل بالmechanical interlock وفيه نوع منه بيشتغل بالfriction اللي هو الوج وفيه نوع بيشتغل بالbond اللي هو بالاتهيس على سبيل المثال فيه عندنا نوعين من البوكس انسطول anchor اللي هما الExpansion anchor والUnder anchor هو عبارة عن حاجة لما بتيجي تربط النطس بتاعته بيحصل ويتش والويتش بيعمل بيحصل ويحصل expand وبالتالي بيحصل friction وinterlock مع الخارسان النوع التاني اللي هو الUnder cut anchors وده بتعمل ببونطة مخصوص بتلاقي بالأول بتعمل drills عادي جدا بالبونطة العادية بعد كده بتستخدم بونطة معينة بتفتح بالزاوية بوج من جوا كده بتعمل بالشكل اللي موجود في الصورة من تحت على الشمال هنا وبالتالي زي ما حضرتك شايف هنا في الصورة المتحت على الشمال ال undercut anchor ازاي بيشتغل وفي الحالة دي بيبقى في جزء من anchors جوا الخارسانة لما بيحصل عليه tension نوع من الانواع جتير جدا لو دخلنا على شركة هلتي هتلاقي انواع لا تعد ولا تقصى من mechanical anchors او سوى كانت undercut او كانت expansion نخدش ال adhesive anchors والadhesive anchor كلنا عارفينه وبنستخدم في دزريح حديد التسليح وده هيبقى قصة تانية وموال تانية نتكلم فيه بعد شوية ان ال adhesive anchors او ال epoxy طبعا كلنا عندنا epoxy بس ال epoxy ده ليه موصفات وليه شروط وليه 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 هنعرف ها دلوقتي ده بنستخدمه كتير جدا وكانت كليلا بنستخدم هذا الموضوع كل يوم الناس اللي شغالة فيه موضوع ال steel او موضوع ال repair واحد كزا او بنستخدمه في حديد التسليح بهذا المنوع النوع الجديد اللي هو اضاف الكود هنا هو ال 318 19 اللي هو screw anchor وبنستخدم به له وده بديه انتشار مهول جدا وبنعمل بتاعة ال internal وكلام ده كله وبنستخدمه كتير جدا طب تعالوا نشوف ال accepting criteria ازاي احكم ان الانكر ده استخدمه اول ما استخدموش ازاي احكم ان الانكر ده اقدر استخدمه او ما اقدرش استخدمه على سبيل المثال قالك لو بصيت احنا زي ما اتفاجنا لو بصيت في البادي بتاع الاسي ايه عامل لك ريفرنس لل ايه ساي تلتمية خمسة وخمسين بوينتو وال ايه ساي تلتمية خمسة وخمسين بوينت فور وحضط لك هو هنا كده في الكومنتر كده على اليمين وشريح لك بعض الحاجات قالك نظرا لان هذا الموضوع خطير قالك ما ينفعش تعتمد او ما ينفعش تستخدم اي انكر من بوينتو وتلتمية خمسة وخمسين بوينت فور على سبيل المثال لو بسطل السكوب بتاع الاساي تلتمية خمسة وخمسين بوينتو 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 الاساي الاساي تلتمية خمسة وخمسين بوينتو prescribes testing and evaluation requirement for بوس and install mechanical anchors intended for use in concrete design under provision or ACI 318 criteria are prescribed to determine whether the anchor are acceptable for use in uncracked concrete only or in crack as well as uncracked concrete يبقى جزء مهم جدا لازم اعمل اختبارات اضمن بيها الانكر ده يترى ينفع استخدمه تبقى للSI 318 هل ينفع استخدمه في uncracked concrete هل ينفع استخدمه في crack concrete كل هذا الكلام الperformance بتاعه شكله ازاي ازاي لازم لازم قبل مختار اي anchor ابتدي امبش ورا الانكر ده واشوف اتعمل عليه testing ولا لا اتعمل انا اتعمل الانك اتعمل 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 إذاً ما ينفعش كده أروح لشركة سيكة أو روح لشركة إليا أو روح لشركة محمد أو 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 وقول لهم أنا عايز أنكر وخلاص ما ينفعش ما ينفعش أجيب أبوكس كده من على الشلب وأقول هو ده أبوكس وشركات ما ينفعش لازم الأول أنبش وراء البوكس ده تعمل عليه واخد كواليفيكيشن ولا لا الناس في 2013 احتاروا طب مين اللي بيدهم الكواليفيكيشن مين هيديهم شهادة يقول لهم الأنكر ده أو البوكس ده معترف فيه أو كويس كانت مشكلة بصراحة فبدأت في 2013 بقى الآي بي سي مع طبقا الآي سي سي اللي هم الناس اللي هم الربوداكشن بتوع الانتراشن بلدين كود ابتدوا يعمل دوكومنت موازية للدوكومنت اللي هي يهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي توازي الـ SI 355.2 وعملوا دوكومنت تانية اسمها الـ SI 308 اللي هي موازية 355.4 والـ الـ two documents اللي هم الـ SI 153 والـ SI 308 دول هم أساسا اللي هو الاختبارات بتاعة الـ ICC بيطلع لك شهادة أو بيطلع لك حاجة اسميها الـ ESR الـ Evaluation Study Report Evaluation Study Report بناء على الـ Evaluation Study Report ده أقدر أعرف الأنكر أو الأدهسة لأنه هستخدمه ده بالد ولا مش بالد هستخدمه في crack concrete ولا ماستخدمهش فرقان crack concrete هستخدمه في seismic ولا ماستخدمهش في seismic هستخدمه في sustain load under tension ولا ماستخدمهش في sustain load under tension طبعا هذا الكلام فيه الناس أول مرة سمعوا إذا ما ينفعش أجيب anchors أو أجيب بوكسي واستخدمه على طول لازم أعرف الـ performance بتاع الإيبوكسي ده شكله إيه عشان كده قالك both install anchors must be qualified for use with anchoring to concrete provision in the codes طب الدكومنس دول عبارة عني قالك ده عبارة عن شكل الدكومنس قدام حضرتك هم قادي شكل الدكومنس كل واحدة بتاع الإيسي آي بداحة طب الموضوع ده الموضوع ده لو أنا مسكت مثلا على سبيل المثال واحد اللي هو الإيبوكسي مثل واحد اللي هو الإيبوكسي اللي على الشمال ده الإيبوكسي اللي هو الهيل تي RE500 V3 اللي هو مشهور جدا في تزريح حديد التسليح وهنتكلم عنه الموضوع ده يعني بعد شوية طيب على اليمين ده الإيسي آر اللي هو بتاعي طب يا ترى الإيبوكسي أجيبه من فين أجيبه من فين أنا هطلع من المحاضرة وهدخل كده على صفحة هيلتي بتاعة أمريكا وأوري حضراتكم كده البروداكتس بجيب الداتا بتاعتها إزاي أنا معرفش طراحة الويب سايت في الميدل إيس بتبقى شكلها إزاي أعتقد الشاشة بجيب تبقى ظاهرة آآ دكتور إذا بدك ترجع تعمل شير وتختار الصفحة النت تمام ظاهرة دلوقتي وش صفحة حكيم تمام صفحة النت ظاهرة هلأ فإمكان تصل على هيلتي أنا هعمله هكتب هيلتي وخش على شركة هيلتي ما زالت الشاشة ظاهرة مش بس حكيم مش كده ايه معاك تمام ما في مش له تمام اللي خش على البروداكتس وعندي كل البروداكتس اللي بنتجها سيلكة هيلتي لو أنا عايز الفاسنر يخش على الفاسنر لو أنا عايز أي حاجة تانية التولز اللي عندهم ما فيش مشكلة عايز السوفتور بتاعيه ما فيش مشكلة هخش على الفاسنر لو بدخلت على الفاسنر هتلاقي كل أنواع الفاسنر اللي عندهم سكرو اندركات ويتجز الابوكس هخش مثلا على الابوكس في أنواع كتير جدا لا تعد ولا تحصم الابوكس كل واحد ليه قصائص معينة اللي بيستخدم في الماسوني غير بيستخدم في الخرصانة وهكذا اللي بيستخدم في السايزميك غير بيستخدم في ستاتيك لودز واتفور إز أنا على سبيل المثال هاخد مثلا الـ RE500 V3 وده أكتر واحد منتشر وأكتر واحد بنستخدمه هو هو والـ 200 بس الـ 200 ده بيحصل له هاردنين بسرعة عن الـ 500 لو دغطت عليه كده هقدر هلاقي الابوكس بسرعة كده هتلاقي ده بيز ماتيريال كونكريت كراكت وأن كونكراكت يبقى إزا ما هو ممكن نستخدمه في الكراك والأنكراك الـ ممكن نستخدمه ممكن نستخدمه ممكن نستخدمه في الكونكريت ممكن نستخدمه في الكونكريت ممكن نستخدمه في الكونكريت طب ده الكلام ده من الآخر ده ده الموقع ده كلام الموقع أنا عايز أعرف الكلام ده صدقا ولا لأ بعد كده بقولك ممكن نستخدمه فيه لو انزلت من تحت كده في تحت خالص هتلاقي عند حقيقة أبروف دوكومنت أبروف دوكومنت لو بصيت في الابروف دوكومنت هتلاقي عند كده الاي سي سي الاي سي ار الاي اس ار افلوشن الصادر ريبورت لهذا الموضوع لو فتحت لو نزلته ده وفتحته هتلاقي حاجة بهذه الكيفية زي ما أنا هعملها هتشير دلوقتي تاني ده الايفلوشن الصادر ريبورت للمنتج ده فقط هتلاقيه حوالي 48 صفحة هتلاقي المواصفات يا ترى الايفلوشن سكوب ده طبقا مع اني كود هقولك مع الانترنشن بلنكود 2009-2012-2015-2018 احنا لسه ما استخدمناش في امريكا 2021 هتلاقي برضو ابروفت مع دبي في 2013 ابو دبي هتلاقي بتاعتك هتلاقي يقولك انت هتستخدمه الايه بعد كده هتديك بعض المواصفات عن الماتيريا لنفسها ومكوناتها وهكذا هتديك مثلا الهول كلينج اكوبمنت ازاي تعمل كلينج عشان توصل لأقصى استفادة من هذا الموضوع بعد كده هتديك مثلا الانكور المنت الانكور المنت ولما اتكلم على الانكور المنت اخذ بالحضرتك هنا هتلاقي في البند 3.2.5 والبند اللي بعده حاجة مختلفة تماما ركز كده معي بقولك steel reinforcing bars for use انبوص انستول انكور ابليكيشن انكور ابليكيشن انكور ابليكيشن انكور ابليكيشن انكور ابليكيشن وهنا بقولك اي بقى steel reinforcement bar for use for boss انستول انفرسمن بار كونيكيشن هل في فرق هنا steel reinforcement اسياق حديد تسليح انكور ابليكيشن وهنا بقولك ايه reinforcing bar connection اه فرق فرق زي السماء والار زي ما نشوف بعد شوية بعد كده بقولك design و وبنتك بعد كده كل حاجة تخص الانكور ده والتصميم بتاعه والage condition والservice condition وازاي استخدمه في حال تزريح حديد تسليح وازاي استخدمه في الانكور وكل هذا الكلام موجود في الاسر report نرجع للمحاضرة بتاعي اذا دلوقتي عرفنا لما اتكلم على اي product بوس انستول انكور او ابوكسي لازم ارجع اشوف الاختبارات اللي اتعاملت عليه ولازم ارجع اتأكد اني هذا ال product اين كان بوس انستول انكور ما سامير او سكرو او 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 ابوكسي لازم يطلع واشوف الاستخدمات بتاعته المختلفة طبعا هنا هنتكلم على موضوع الادفانتش والديس ادفانتش والديس ادفانتش وكلنا عارفين هذا الكلام مفيش يعني مفيش ده ان احنا نتكلم في الموضوع ده مرة تانية عشان نكسب بعد كده طبعا لو انت عندك اربع انكر بولتز قالك يفضل انك انت ما يجلش الانبيد ديبس عن اتناشر مرة ديامتر اتناشر مرة ديامتر ده لو كاس اني بليس طبعا احنا بكلم هنا على كاس اني بليس خلاص يجي واحد يقول لي ايه طب انا ممكن استخدم two anchors بس هقولك لا الاوشا قالك منمم تستخدم اربع anchors وده موجود في الاوشا في بارت نمبر 1926 وقالك لو العمود معرض لكمبريشن بس قالك المفروض البيس بليت يصمم على مومنت والانكر تصمم على مومنت نتيجة قوة افقية حصل اثناء الكونستركشن وارجع لحضرتك للكلام ده هتلاقي هذا الكلام موجود في الاوشا في بارت نينتين 26 فانا الوقت في الكمبريشن منمم اربع انكر بولتز ومنمم اتولد الديامتر التنشن بقى عندنا كذا حالة اول حالة يكون عند حضرتك كل الانكرز انتينشن كل الانكرز انتينشن او يبقى عندك اكسنتريستي مومنت ال اي ان او الاكسيال فورس مش موجودة في السنترويد ولكن مترحلة ولكن ما زلت في الكور بتاع مين بتاع البيس بليت وبالتالي في الحالة دي كل الانكر هتوبى اندر تنشن بعد كده ممكن تكون الانكرز يعني بعضهم انتينشن وبعضهم انكمبريشن بعضهم انتينشن وبعضهم انكمبريشن نتيجة الكسنتريستي كبيرة بتاعة الفورس وبالتالي تولد عندك عزم العزم بيعمل تنشن في ناحية ويعمل كومبريشن في ناحية وبالتالي part of the anchors under tension or part under compression لا مافيش under compression الanchor balls مابيشيلش compression الا لو كان stand off anchor balls الا لو كان stand off anchor balls اما لو كان bearing على ground او bearing على ال concrete مابيخول ماعناش anchor balls بتشيل ايه بتشيل compression غيل لو كان stand off طب لما صمم الanchor balls احنا لو هصمم بايدنا احنا بنفرض بقى نشتغل بنفرض ان ال base blade ريجد بنفرض ان ال base blade ريجد هل فرض ال base blade ريجد غلط لا مش غلط هل الفرض ال base blade ريجد صح لا مصح حاجة ما بين الاتنين على حسب الخبرة بتاعة المصمم هل ال behavior بتاع ال base blade ده هل سيحصل له deformation نتيجة البيندينج ولا لا طبعا المعظم ال commercial softwares كلها بتفرض ريجد يعني ممكن idea static ابتدأ حديثا وبرنامج healthy اللي هو حديثا ابتدوا يستخدموا final element بس مش هتفرق كتير اوه في التصمين لو انت متمرس في هذا الموجود طب ايه الفرق ما بين الريجد وما بين ال sin element مثلا لو انا عندي ثلاث اواعد بالشكل ده ان شايفهم قدامك الثلاث اواعد معرضين اللي عليهم كل اربع مسامير في كل في كل بيس بليت وكل عمود معرض لforce tension مقدارها ايه مقدارها الف قالك لو انت فرضت ريجد والالف دي او tension force في السنترويد هتقول كل anchor bolts هياخد كام هياخد النص يبقى كل ناحية هتاخد خمسمية يعني كل anchor هياخد ماتين وخمسين وصممت وخلصت لو انا صممت non ريجد وخدت معايا في الاعتبار ال brain force brain force اني اللي بليت بيحصل وبيتالي ايه التاني وبالتالي اني حصل الناس اللي شغالة في ال connection في تصميم في الاستيل لما يكون عندنا bolted connection وخصوصا فيها angles او extended bolted connection فبيحصل حاجة اسمها bring force بتزود الفرس على anchor على bolts نفس الكلام هنا فتلاقي التحليل بتاعك اقول لك هنا لا ده الانكر bolt الواحد هياخد كام هياخد تلتمية يعني هنا هياخد بنتين وخمسين هنا هياخد تلتمية لو انا شغلت non rigid final element نتيجة البليت سن مش rigid enough والمسافة ما بين الانكر والcolumns بعيدة طب يحصل تشكل في ال base blade جامد كبير تشكل كبير deformation ضخمة وبالتالي اني الانكر هيشيل تلتمية وخمسين يبقى فرض بتاعي كان ميتين وخمسين لو ريجد final element تلتمية وخمسين bring force فاذا مهم جدا انا كمهندس مصمم انشائي ابقى فاهم هذا الام ابقى فاهم هذا الام شركة هيلتي عملت study جميل جدا في الجرافي اللي موجوده قدام حضراتكم بالشكل ده شافت تأثير التنشن فورس والسيكنس والبندي مومنت لقيوا يعني استخداموا ريجد زي ما حاك شايف كده و final element لو انا فارض ريجد لو انا فارض ريجد هتلاقي الجراف اللي موجود قدام حضرتك اهو وبعد كده غيروا السيكنس غيروا السيكنس لقيوا الموضوع لو انا استخدمت سيكنس ستة ميلي الديفورميشن يبقى عالي جدا والفورس ستبقى ضخمة جدا لو استخدمت طوالتاشر ميلي بتلات الفورس تقل والسلوبي قل ولما انا استخدمت واحد بين 25 هتلاقي الريجد تقريبا زي ال final element زي ال final element يهذا الكافي اذا السيكنس بتاع البيس بليد والديمنشن بتاعته وبعد الانكورز عن الفلانجة بتاعت العمود بتلعب دور كبير جدا في الدزاين تلعب دور كبير جدا في الدزاين وفي الفروض اللي انا بفرضها الفورس التانية اللي بمعارض لها الشير الانكورز هو عبارة عن الشير ولما تكلم عن الشير لازم حضرتك كده اتركز في حاجة مهمة جدا الكود في الاسي اي تلتونية والتمنتاشر سابتر سيفنتين حط اختيارين هنا لما اتكلم على الشير قالك يا ترى الشير بتاعك الانكورز بتاعتك ملحومة في البليت ملحومة في البليت هل هي هل هي انكور بولس ملحومة في البليت في الحالة دي قالك كل الانكور بولس قالك طب يفرق معاي في ايه الكلام ده قالك هيفرق في وضع قوة الشير احطها علي الاول سايد انكورز ولا حطها على انسايد انكورز شكل فيليير او الفريا البليام بتاعك هيبقى داخلي ولا هيبقى خارجي هيبقى على انكور بولد الداخلي او لا يبقى على انكور بولد الخارجي عشان كده لو حضرين compelledca منافس فى الموقع ما انكم تلاقي بعض الدزاينر يقوله ايه الحمل الانكور بولس الانكور بولد قمناuna واحدة لزاكل مول صح طبعا بس الناس كتير قوي بتلجيه هذه الامر عشان الخاطر هو حس ان الشير بتاعه مش مسيف لما لما يحط الشير فورس في الاكسترنال انكر بولس لكن لما حطوهم في الانترنال انكر بولس هتلاقي سيف والكوت قالك لو ملحومين مع البيز بليت حط الفورس الكلية على في الانترنال انكر بولس طب لو مش ملحومة قالك لا لو مش ملحومة بقى انت دخلت في دوامة تانية كيس واحد وكيس اثنين وكيس تلات كيس واحد قالك لو لو الاج ديستانس ما بين الكسترنال انكر بولس والسب рис ما بين الانكر بولس لو الاس لسباس ما بين الانكر بولس اكبر من او تساوي الاج ديستانس قالك في الحالة دي حت نص فورس من جوة وحط نص الفورس من بره. الكريتكال عندك مين فيهم بقى? ما تعرفش. يبقى لازم ادرس الكيس واحد وكيس اتنين. في الحالة دي بقى لازم ادرس الكيس رقم واحد اللي هي ايه? ولازم ادرس الكيس رقم اتنين اللي هي بي. نص الايه? هتاخده النص من بره. البي هتاخد كل الفورس من جوه بس النص على كل ايه? على كل انكر جوه. لو الاس اقل من الاش ديستانس? قالك في الحالة دي لا الفورس كلها هتروح لمين? هتروح ليه الانكر الخارجية? طبعا هذا الموضوع موضوع كبير وموضوع ضخم يعني الموضوع ده انا شرحه في حوالي 27 ساعة تقريبا. بعد كده الكوت قالك ايه? قالك ممكن تحط بدل ما ما تشين الانكرز شير? لا حط شير لغز. حط شير لغز. ده الكلام ده لسه جديد موجود في مين? موجود في الاس اي تلتمية وتمنتاشر ناينتين. على الرغم من الديزاين جايد واحد بتاع ايه? بتاع الامريكان موجود في هذا كلام من زمان. طب يا انا حط ليه شير وانا حط ليه اصلا يعني ليه حط شير لغز? انا بس يعني عايز اوضح حاجة بسرعة بسرعة كده في هزق الموجود. لما احنا بنصمم السيل كونيكشن لما ليجي نصمم السيل كونيكشن بنحط اخلوص او طولارنس في الهول حوالي وان سيكستين. حوالي وان سيكستين مية انش. يعني اللي هي تقريبا حوالي ميلي او ميلي ونص اتنين ميلي. طب هل الكلام ده ينفع في الانكر قل لك لا. الانكر بنحط فيها كليرنس عالي. بنحط فيها كبير. الفتاحات بتاعة في البيس بليت بتبقى كبيرة. طب لما حط البيس بليت على الانكرز. هدري احي تقدر تقولي الانكرز بتاعك تاخد انهي شب في دول? هل الانكرز تبقى متسنترة في الفتحة بالشكل ده ولا هتبقى ملمسة في الاج بالشكل ده ولا هتبقى ملمسة في الاج بالشكل ده ولا هتبقى ملمسة في الاج اليمين ولا هتبقى ملمسة في الاج الشمال الله اعلم عرفش طب حضرك لما تقول لي انا هصمم على الشير مش هيحصل كده مش هيحصل الازاح ممشي ممصممشي مفيش حاجة اسمه في الكونيكشن هنا اللي لم يكن انت مصمم الانكور بتاعتك على بوست آآ بوست بري ستريس او بوست انكورس ده موضوع تاني ده موضوع تاني لكن الدزاين بتاعنا كله هي عبارة عن انت بتتكلم سناك تايت سناك تايت حاجة كده بتقلل بيس بليه ما يتحركش لكن لو فيه لو فيه خلوص بالشكل ده ما ضمنش الفورس الشير جاية من فين هيتحرك عشان كده لو حضرتك رجعت للايه اي اي اس سي ديزاين جايت هتلاقي فيه ركومنديش اقول لك ايه عشان احنا ما عارفنش انهي انكورس هياخد الفورس الاول يبقى نص الانكورس تتصمم على ايه على الشير والنص التاني ما تصممش على الشير ده كان ركومنديش عشان كده بدأت الناس تفكر اقول لك ايه اقول لك انا طالما عندي الكونيكشن كريتكا وانا مش عارف الانكور بتاعي بيمشي ازاي انا واحد تاني اقول لك ايه انا احط الشير لك وخلاص ده حل واحد تاني فكر اقول لك ايه لا انا هجيب الواشر الواشر بتاعتي اللي هي تحت الصمولة تحت النطر والحمها في البيس بليت وخل الواشر هي اللي تنقل قوة الشير حل برضو انا بس كده بحكي مع حضراتكم عشان نستوعب اللي بيحصل لو ايه بشونس حكيم لو الناس زهد في ايه وقت لاتني يعني قولي استاب لا 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 دكتور تابع بالعكس ممتع المحاضرة كتير تفضل طبعا لو عندي تنشن وعندي شير قال لك في الحالة دي هتعمل انتر اكشن دياجرام وتاخد التنشن وتاخد الشير مع بعض على حسب زي ما هنشوف بعد كده ده كان اللو دستربيوشن طب البيهيفيور ميكانيزم الفيليور ميكانيزم البيهيفيور شكله ايه عشان ما تكلمش في الموضوع ده كتير قال لك في حالة التنشن في عندك في عندك خمسة تشيك لازم تعملهم اول تشيك هو بتاع الانكر تاني تشيك ان الخرصانة يحصل لها ايه الانكر يطلع من الخرصانة البول اوت تالت تشيك اللي هو الكونكريت بريك اوت اللي هو ايه ان الخرصانة بالانكر بنطلع كده كون مع بعضيها بعد كده السبليتنج وصايد فيس بلو اوت وده لو الانكر بتاعك دي وده السبب ان انا مش بحب اختار جي بولت عارفين ليه جي بولت او ال ال بولت انا مش انا في الموقع مش هقعد ادور على ال ال او جي اتجاهها ناحية فيه ناحية الكافر ولا اتجاهها الجو طبعا الناس كتير اوقف الموقع مش تاخد بالها لو هو برا ناحية الكافر يبقى انت كده لتشيك بتاعك ده اصبح ايه انت بتتكلم في حاجة خلاص اول ما اول ما يحصل الشد بتاعك الجزء ده يكراك لان ما اصبح ما عندكش كافر بالحالة بعد كده اللي هو لو انت مستخدم بوكسي هل في حاجة من دول نقدر نتلشاها اه ممكن نتلشاها ال سايد فيس بلو اوت والكونكريت سبيلتينج ده ممكن نتلشاهم تبقى للبند اه 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 تين ناينتين لو بيديك جدول تقول لك المينوم سبيسينج عشان ما حصلش سبيلتينج والمينوم ايش ديستنس سوى كان بص انسول انكور او كاس انبلاس فيه جدول من دولك الاسع فاذا الاتنين دول ممكن ما تعملش شك عليهم او تعمل شك عليهم سريع ولكن اصبح عندك اربعة شكس اللي هما الستيل فيلير والبول اوت والكونكريت بريك اوت والبومد فيلير ده بالنسبة للتنشن بالنسبة للشير الوضع نفس الكلام ممكن الانكور بولت نفسه يحصل له فيلير في الشير ممكن يحصل كونكريت بريك اوت في الشير زي ما هيك شايف فيه الرقم ثلاثة هنا او ممكن يحصل بريك اوت اللي هو الجزء اللي الورى المصمار يحصل له ايه يحصل له شك وده اللي احنا بنعمله بالمناسبة البريك اوت ده لو انا عندي مصمار مدوقه في الحيطة والمصمار ده مش عايز اطلعه بعمل ايه بدق عليه من فوق الاقي الخرصانة او الطوب من فوق ايه حصل ايه طلع ده اللي هو البريك ببساطة شديدة ايه الموضوع الاخطر اللي انا حابة اتكلم عنه بسرعة لهو كان اي يوز ايني بوس انستول انكور وبوس انستول رينفورس من بار ديزاين احنا كلنا بنعمل كلنا بنصمم ريبير وكلنا بنزرع اعمدة استيل واعمدة خرصانة فوق منشآت موجودة خرصانية يعني على سبيل المثال عد عايز يعمل تعليا فنقول له والله الاسهل نعمله خرصانة نعمله استيل الوزن الخفيف والاحمل قليلة وبالتالي نعمله خرصانة نعمله استيل حد تاني قولك لا انا هعمله خرصانة او المقاول طلع جاشيم ما سبشي بتاع او الاشاير بتاعة الاعمدة او الاشاير قصيرة عشرة سنتي والتالي واحد يقول لك ايه هتزرع حديد تسليح طب لما تيجي حضرتك تزرع حديد التسليح صممته ازاي يا عم هم عشر سنتي عشرين سنتي خمسة وعشرين سنتي عشر تايمز دي وينجز مي بي رايت مي بي رونج هل ده مبني على الاساس علمي اقولك لا طب ايه الاساس العلمي تعان شوف الاساس العلمي بتاعه كلنا عارفين ان شابتر ان الخرصانة عشان تشتغل الكونيكشن ان لازم ما بين الاسياخ السخين لازم يحصل بينهم وفي الديتيلنج بتاع شابتر ادانا الديفولوب لينز على حسب الكيس اللي عندنا مفيش اختلاع طبعا لو عايز اعمل مع عمود يعني هعمل تزريع دايما هنشوف دلوقتي كل المنشآت اللي قدام حضرتك دي منشآت بنعمل تزريع لحديدة تعمل في الصورة دي انت بتعمل في الصورة دي بتعمل يعني اوقات البرج كده بعمله كده عالجنب او انت بتعمل للدك بتاع البرج او بتعمل اه اه بتصب بريج من اول ويجيد السلبة بتاعته من اول ويجيد السلبة شراخت والتالي انت تعمل ايه السلبة تانية بتعمل 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 اميس لو كان اميس في عمود او تعمل اميس زي ما انا انا اعمل مثلا الصورة اللي انا اللي هي في بداية في بداية الباوربوين طب المهم بقى دلوقتي التصميم بتاعي يتم ازاي التصميم بتاعي يتم ازاي قالك بص كده على الفريد بوست انستولد رينفورسين بارزت هاب بين افالويته فيان اكسبت تستين بورو جرام كان بي دزاين فور طب عشان اوضح الموضوع ده اكتر تعالى ارجع لي البروفيجن بتاع ايه ساقية 355.2.4 ونشوف هما بقول لك ايه اصلي خطب عليك هنا من المسمى المسمى هنا ايه بقول لك كواليفيكيشن اف بوست انستولد ميكانيكال انكورس خد بال حالك هنا بقول لك ايه انكورس اللي بتاع الادهيسي بقول لك ايه بقى ايه كواليفيكيشن اف بوست انستول ادهيسيب انكورس خد بالك هو قالك ايه انكورس طب انهي شابتر في الكود اللي بقول لك انكورس اللي هو شابتر سيفنتين اذا لو حضرتك مستخدم اي برودكت اي بوكسي واخد الشهادة المعتمدة تبقى لل ايه سي ايه تلتمية خمسة وخمسين بوين فور ما ينفعش يتصمم ما ينفعش تزرع بيه حديد تسليح غير لو صممته تبقى بشابتر سيفنتين ما ينفعش يشيل شاب غير لو تصمم بشابتر سيفنتين ما ينفعش لازم يعني اه اه كل ما قبلاي على شابتر سيفنتين قبلاي عليه يجي واحد يقول لي ايه طب ما كده انت بتتكلم كده انا عندي عندي فورس ضخمة وشابتر سيفنتين والاوبوكسي مش هطلع الفورس اللي انا عايزها قالك في الحالة دي بقى نرجع بقى نشوف الاي سي سي قالوا لك ايه في الموضوع قالك دلوقتي لو انت عايز تصمم تزرع حديد التسليح في عندك حاجتين يتعاملوا انكورز يتعاملوا بار يعني يتعاملوا بار يعني يتعاملوا كأنه مصبوب في كاس اني بلايس هو بوس انستول بس كأنه كاس اني بلايس طب انت لما يبقى عندك انكورز لما تتعامل معاملة انكورز هتصممه ازاي قالك هتصمم تبقى لشابتر سيفنتين وتعد عليه الستيل فلير وكونكريت بريك اوت والستيل فلير في الشير وكل الكلام بتاع ايه بتاع الشابتر سيفنتين طب انا لو هعمله على اساس الانفورسمينت الانفورسمينت على اساس انه هو لازم تصممه على الديفولوب لانس لازم تصممه على الديفولوب لانس انت متخيل ازاي يعنيه قالك تعالى بص كده معايا شابتر سيفنتين قالك الماكسامم امبت من ديبس في الادهيسف انكور عشرين مرة ديامتر عشرين مرة ديامتر اهه في البن سيفنتين بوين سري بوين سري قالك فور اديهيسف انكور وز امبت من ديبس فور دي او الاتش افكتب اكبر من او تسوي فور دي اقل من او تسوي عشرين تايمتر طب لما اقول لك انت بتصمم عمود او بتصمم شير وال عليها تنشن وتقول لي مسلا ده ديفولوب طب المعادلة بتاع الديفولوب لينس اصلا تقريبا بتطلع كم دي بتطلع خمسة وخمسين خمسين ستين دي اذا ما ينفعش اصمم الكلام ده بتاع شابتر سيفنتين شابتر سيفنتين قالك ما ينفعش ازيد عن عشرين دي لو انا عايز اصممه على اساس انه لازم اواصل مثل خمسين دي ولا ستين دي او حا عقود في المعادلة troub هدي مشكلة قالك لك لا المشكلة تتحلت ازاي المشكلة تتحلت من P,c في 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 الاسي تلتمية وتمانية عمل اتنين تابل عمل اتنين تابل تابل سماه ستري بوينーい وتابل تاني ستري بوينت ايت التيبل 3.2 جالك تستيج استبلش دزاين برامتر such as the type of anchor elements that can be used with the adhesive permissible concrete condition crack and crack normal weight and condition static و سيزميك ده طبقا لمن طبقا ل as an anchor type of anchor elements الشافتر 17 بعد كده حطوا requirement تانية في الاسي 308 تيبل 3.8 قالك are used to evaluate كدبا لك هنا كده to evaluate an adhesive anchor system for both install reinforcement bar design بر اي سي اي تلتمية وتمانتاشر development and splice provision كلام ده موجود في الدوكمنت اللي هي الاسر هل الانك هل الادهيسف بتاعي valid only اني استخدم reinforcement as anchor ولا استخدمه as develop lens طب ايه الفرق ايه الفرق قالك بص الفرق بايه قالك installation barometer ايه الفرق لما انت تتكلم على 50 times diameter تكلم في متر في بعض الوقات اللي عرفني انا ان الابوكسي وصل للاخر اللي عرفني الابوكسي ما فيوش بابلز اللي عرفني الابوكسي ما شكش اللي عرفني حاجات كتير جدا موجودة في الtable اللي هتكلم عنه دلوقع على سبيل المثال ايه هي بقى التستيج بقى قالك من ضمن التستيج قالك انتصار برسولي وفرقائش دي ماكسما ستين مرات ديامتر حاجات يشوف البيهيور انتصار وزاو اير وزاو بعد كده السن 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 الهول cleaning ستولي الهول 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 عشان كده قالك systems that may be appropriate for انكور specification will not necessary fulfills the requirement of safe and reliable reinforcement bar installation اذا دلوقتي قدامك حلين يتصمم البوست install reinforcement بتاعك تبقى لشابتر 17 وفي الحالة دي ما ينفعش تزود الدبس عن 20 times دي ياما تصممه تبقى لشابتر 25 ولازم تتأكد ان الابوكس بتاعك شغال في هذا ايه او تصريح او معد ال qualification وال assessment وال criteria بتاعت مين بتاعت هذا الموضوع على سبيل المسال ده النوعين بقى هم يا اما انا صمم البوست install bar design as an anchor تبقى لشلتر 17 يا اما اصممه as a development lens هيجي واحد اقول لي ايه قل بقى لحضراتكم انا حطيت ال anchors حطيت ال anchors على 20 times diameter وحصل له yielding وحصل له وحصل له yielding وما فيش مشاكل حصل اقول لك صادق صح طب احنا احنا اتعلمنا في الخرصانة كتبالك انا لما اتكلم هنا على سبيل المثال البلاطة دي extension مع البلاطة دي يعني هنا فيه عزم moment negative صح ده continuous يعني لما انا اقول اني هزرع دي السيخ ده 20 times diameter بس وقول انا عملت التست وان البار ده اتقطع فعلا بالشكل ده حصل على 20 times دي هقول لك كلامك صح بس غلق خد بالك لما حط مع بعض دكتور إليا بس نعمل فلس كريم للشاشة او سوري انا بعتذر منك الله بعرف لما حط لما لما اعمل تزريع للحديد ده افقي شايل نيجاتي مومت لاني بلاطة مثلا كانت ليفر هقول لك مثلا هتقول لي ان السيخ ده عملت له 20 times وحصل له يلدنج وتقطع مفيش مشكلة هقول لك الكلام ده ممكن صح وده خضير جدا ليه عشان تتنقل من السيخ ده للسيخ الداخلي احنا علمونا في شابتر ان السيخ ده عشان نوصل السيخ ده لازم المسافة مقدرها إذن الموضوع كله مترابط مع بعض ما ينفعش اخذ الابوكس ان الابوكس قوي واحمل الجزء التاني عشان كده التستنج اللي اتعاملت على عشان الفورس تتنقل من البار ده للبار ده بعد كده في شوية اعتبارات في الانستوليشن على زي سبيل المثال اول حاجة بعمل لحديد التسليح بعد كده بعمل الدريل للهول بعد كده مهم جدا افاهم لما اجي اعمل الدريل للهول كدبالك انك ممكن يحصل في الاطراف في الشكل ده فلازم يبقى فيه عندك المينمم اه اه ال سي منمم او المينمم كوفر بعد كده بعمل رافن للسيرفيس بهذه الكيفية وطبعا تبقى لل اي تلتونية وطمانتاشر قال لك انك لازم يبقى فيه عندك رافن اتليست كورتر انش بعد كده مهم جدا اختيار الدريل يا ترى الدريل اللي حضرتك هتختارها الابوكسي اللي انت هتستخدمه موصي بانهي نوع من الدريل هل هي دريل ولا هي الكور دريل طبعا ده الفرق الفرق شاسع جدا الابوكسي اللي حاك هتستخدمه لازم تفهم المواصلات بتاعته هتستخدم في ايه بالظبط ارقامه بتختلف على حسب الدريل على حسب نوع البومتة يا ترى كور دريل ولا بعد كده لازم تزاكر كويس جدا انت كما عند اسم موقع لازم مهم جدا سميها الام اي اي بعد كده اجيب الابوكسي نفسه واذكره اشوف المواصفات بتاعته بينفع استخدمه امتى زمن الشك بتاع ايه يطرع ينفع استخدمه في الويت كونكريت وانا مش في الويت كونكريت ينفع استخدمه اندرووتر واندرووتر وكل هذا الكلام بعد كده الاهم والمهم بقى مين هيزرع عديد التسليح او مين هيستخدم الابوكسي مين هيستخدم الابوكسي لو بسط حضرتك في الاسي اي شابتر 26 بوين 7 بوين 2 بقولك بوس انستول انكر شال بي انستول باي كواليفايد انستولر حد يكون كواليفايد حد يكون متدرب بعد كده حاجة تانية بقولك الادهيز انكر اندتفايد انزا قد بالك از انستول ان هوروزونتل او ابوارد انكلاين او انتشن تورزيس ساستين تنسايل لوت شال بي انستول باي سيرتفايد انستولر شوف الفرق هنا بقى هنا بقولك اي بقى كواليفايد انستولر وهنا بقولك ايه سيرتفايد سيرتفايد يعني مينفعش اي حد يحط هوروزونتل ابوكسي او ميل رأسي بدون ما يكون معاه سيرتفايد 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 كلام ده كلام الكود بعد كده الكود اداك بعض المواصف بعض الحاجات اللي حضرتك لازم لما تيجي تصمم تحطهم في اللوحة بتاعتك او تحطهم في ما نفعش تقوله استخدم ريد هيد ده نوع من ابوكسي او استخدم هلتي او استخدم سيك او او وتسيب وتقري قالك لا لو بصيت في 26 26 26 7 هو شاب 26 بتاع ال construction document هتلاقي هو بقولك ايه شو بقى بقولك ايه بقى طيب سايز لوكيشن افكتف ديبس نسل ال ركوار منت كل هذا الكلام مدهو لك حتى البس بليت تسعة وعشر حاجات يلازم حتى التورك هتدهول تفسي الكلام لو انت تحط مسلا حضرتك تحط نقصة لازم احط الديتيلز دي النوع اللي بستخدمه ايه قل بالك هنا بقولك على سبيل المثال ده ده من شركة هلتي مثلا بقولك هلتي سيف 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 طب هستخدم معها هالك هنا هستخدم هامر هالك يسم خلاص انا اديته طريقة عمل الهول حاجة تانية الرافن اللي حضرتك هنا هتعمل قميس للحيطة دي يبقى لازم تعمل رافن هن طب الرافن ده ايه بتاع السيف مسافته قد ايه المسافة الاكسبوز قد ايه في الامريسي الجديد كل هذا الكلام لازم تدهوله مرسوم ومزبوط بعد كده لازم تحط في الجنرال نوس بتاعتك بعض الحاجات اللي هي تضمن المانيفاكشور او ات يعني اللي بشتغل في الحكومة في بعض البلاد بيقولك ممنوع تحط اسم تجاري في اللوحة ممنوع تحط اسم تجاري في اللوحة عشان كل البروداكشن تبقى كلها سابتة طب بعدين اعمل ايه قال لك لازم تحط بقى شروطك على سبيل المسال هنا بقولك the epoxy system shall be tested in according with the IPC ES acceptance criteria for post install epoxy anchor or rebar in concrete element SI 308 table 308 3.8 technical data shall be published in an ICC ES evaluation service report showing compliance with the IPC وتحط version بتاع IPC في الحالة دي أنا في الحالة دي ما حطتش اسم products معين إذن أنا أكبرت контрактор إنه يستخدم epoxy وده بقى مهندس الموقع بقى لازم يقرأ الموضوع ده وكون فهمه يعني إيه هذا الكلام بجانب بعض إيه ال requirement التانية اللي لازم تتحط زي service preparation و drilling method و cleaning وكل هذا الكلام يجي واحد يقول لي إيه هل cover هل تأثير cover ليه تأثير طبعا شركة هلتة عملت testing وجابت الـ graph ده قالك كل ما cover زاد كل ما force زادت طبيعي logic sense هنا برضو الـ product usually شركة هلتة برضو عملت report حطت لك C minimum المفروض والC minimum اللي هي لازم تبدأ بيها من هوا عشان لو حصل أي ميلان للسيخ أو drill host ما طلعتش أفقية أو بعد كده core drilling method ودي في قمة الأهمية ليه بقى برضو شركة هلتة عمل testing وقالت لك شوف بقى لو أنا استخدم diamond drilling versus hammer drilling versus compressing air drilling شايف الفرق فرق ضخم جدا طبعا diamond أو core drilling بيحصل أن service من جورها ويبقى smooth الحمر drilling ما بيبقاش smooth زي زي compress air drilling فإذا لازم حضرتك يعني كمصمم هتشوف أنت بتستخدم إيه أنت مصمم على إيه إيه أرقامك طبقا لل ESR report عشان كده لما تشتستخدم software مهم جدا أبقى فاهم كل هذا الكلام مش مجرد أدخل data وخلاص الحاجة المهمة برضو والخطيرة برضو هي cleaning بتاع الهول خضرك لما بتعمل drill للهول في تراب يترى البوند ما بين الابوكسي والسيرفز بتاع الخرصانة هيحصل له إيه قالك لو شركة هيلت عاملة التستنج الجراف اللي قدام حضرتك ده ما بين البوند وما بين ديس بليس لقوا الجراف من تحته no brush cleaning just compressing air just like انت بتجيب هوا كده وتنفق بعد كده لو انت عملت brush cleaning حاجة بالشكل كده لو انا عملت cleaning طبقا لل MBI اللي هو manufacture data sheet او construction هتلاقيه حاجة بالشكل ده displacement قل جدا مفيش مفيش sleeping عند خلاص ده كان يعني حبيت اقول بسرعة يعني سعر ساعة وربع كويسين للموضوع اتمنى اكون يعني اعرف توصل بعض الانستركشن وبعض الحاجات المهمة في هذا الموضوع وخصوصا في الموقع ومن ناحية المصمم وانا تحت امر حضراتكم في اي سؤال اعطيك لعافية دكتور محاضرة ممتعة زملان الاسئلة برفع الايدي ونرجو ان لا تكون الاسئلة كثيرة النقاش يكون direct question direct answer ما نطول على الدكتور اكيد عنده اليوم التزامات ما منا نطول عليه لابين ما تاخدوا برفع الايدي راح نعطي الاسئلة لل استاذ انا عندي سؤال دكتور اي لابين زملان ما يرفعوا ايديهم ويجاوبوا او عفوا يسألوا بالنسبة لل breakout concrete surface نعم متى نستغني عنه الكود في ال SI 318 chapter 17 قالك قدامك اختيار انك انت تعمل eliminate لل checks بتاعة concrete breakout under tension and under shear في حالة استخدامك developed steel reinforcement لو انا عندي developed steel reinforcement حوالين anchors anchors في الحالة دي ممكن اتلاشى do check بس الشرط انه لازم يبقى develop in both sides برسم حول حول كل حول كل ال anchor exactly تمام بهالحالي بهالحالي نحسب بناء على section وعلى bonding بين الخرساني وبين الحديد بالضبط ممتاز الله يبارك فيك مهندس أنس موجود سيدي موجود سيدي تفضل أنا سلمك الله يسلامك وغير فيك شوف مين رافعينه من زملاء دكتور اخلاص تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة وبركاته شكرا جزيلا دكتور يعني كان المحاضرة قيمة جدا حضرتك أنا لما عندي مبنى وعندي شايتس بدا تثبت على كم حضرتك نسبة الاختبار المصافيها يعني هل هي لما يجي هلتو يعمل التست هل هي الفورس المطلوبة 120% من الحمول المطبقة أما هل هي 130% كم تقريبا وكم عدد البولتس المصافي يعني هل هيك في اختبر 50% من البولتس الموجودة أحيانا عم بصير فشل بعدين أنا بخاف يعني لما أول بولت فشل والثاني بخاف عن البولت نفسة يعني حتى مرة ثانية بدي أرجع أعمل واحدة جديدة ونثبت واحدة ثانية على العمل فكم اللوت الحضرتك المطلوبة وكم عدد البولتس الكريشيو من البولتس الإجمالية الموجودة بالبليت موقع أضلع كملك حضرتك بالنسبة للكفر اللي حكيت عنه هل هو نفسه الكفر الموجود بالأسي آي بالشابتر ايت بالنسبة مثلا للبييمز للكولومز لأنه لما بدي زرع الأنقر بولتس هل هي نفس الكفر مثلا الأعمى دي خمسة سانتي عم تكون سلابس عم تكون عندي دين سانتي هل هي نفسه ولا لأ في البولتس اللي هكبر خاص فيها وبالأخير آخر كار في حضرتك عرضتوا لعلاقة بالتسبلسمنت والسترس لما عملت لحظت يعني بعدما كان مرتب على دروين خفض اللي هو إنه تم التنظيف يعني لكن ليش نخفض السترس بهالشكل وزادت التسبلسمنت شكرا شكرا هبتدي بتاني سؤال لحضرتك الكوفر لا الكوفر بتاع العادي اللي احنا بنستخدمه للأعمدة والخراساء والبيمز والسلابس ده مش هو الكوفر المطلوب الكوفر المطلوب اللي ما احنا بتكلم عليه ده المفروض الكوفر موجود في شابتر سيفنتين في تيبلز اعتقد تين هتلاقي حالك تيبلز موجود في المنموم كوفر في حالة وفي حالة ده الكوفر هنا بيقولك التابل ده لازم لازم ارجع بتاع المنفاكتشر لأن ممكن يكون مد قيمة هذه القيمة تبقى اقل من القيمة بروبوز بايزا منفاكتشر بناء على الخبرة بتاعت معظم المنفاكتشر بيدوا قيم اقل من يعني هيبقى كافية ده بنسبة لنقطة الكوفر اذا الكوفر برجع لي التابل اللي موجود في شابتر سيفنتين بالنسبة للجراف اللي موجود قدام حضرتك هنا هو ده بالشكل ده هو عايز الفكرة كلها اننا لما بتكلم على ال anchors ال post install anchor اللي هو ال adhesive anchor الفيلير بتاعها بيبقى brittle بيبقى brittle بس اللي بيحصل ان لما يبقى البند ضعيف لما بيبقى البند ضعيف او ما فيش cleaning فبيحصل ان الفورس تقريبا تكاد تبقى سابتة عند فترة من الفترات بتبقى سابتة والازاحة بتزيد ده معناه ان هو بيحصل slippage يعني مش شاي الفورس وبالتالة ده غير مفضل انا لو عندي فورس tension انا في الحالة دي هيحصل ايه هيحصل ان بتاع بالان يطلعوا هيتسحبوا من الخرصانة لكن لو انا عند cleaning hole اللي هو الكيرف اللي نازل كده شار اللي حصل هنا ايه ان انا وصلت اللي ما انا مصمم عليها وزدت عنها كمان طبعا عشان وهاكذا واللي حصل هنا حصل انهيار فجائي اللي هو ما بين مين ومين ما بين الادهيسيف وما بين الخرصانة او ما بين الادهيسيف وما بين الانكوس لان هنا المشكلة هنا عشان كده نزل ايه نزل شارب بالشكل ده لان انا يهمني الفورس يهمني الفورس اكتر ما يهمني في حالة هذا الموضوع وطبعا الموضوع السيزميك الكود يعني الاس اي في اخر في اخر شابتر سيبنتين في البندل الاخرون تاع السيزميك حط اربع شروط عشان ليه السيزميك بتاع الحاجات دي انه استخدم اومجا او استخدم اعمل في البليت او حاجات كتير جدا من هذا القبيل ده بالنسبة للسؤال التالت اما السؤال الاول اللي هو بتاع ده يتوقف على المصمن يعني عندنا هنا ما بنعملش ما بنعملش تيسنج للاسبا يعني انا اول ما سبيسفها حاجة مشكك كده ما بعملش تيسنج ليه لان انا معتمد على الاس ار الربورت اللي عندي ان الاس ار الربورت ده اتعامل اسبيسيمن ما فيها الكفاية اللي هي اقدر اخد فاكتور اوف سيفتي محطوطة فاكتور هيوصل اعلى من القيم اللي انا مصمم عليها بمراحل وعارف ان فيه انسبكشن لان احنا هنا بالنسبة لنا هنا في امريكا بنعمل على حسب الاي بي سي بنحط في الدوكمنتيشن ان لازم يبقى فيه انسبكتور ولازم الشخص اللي بيحط الابوكس اللي لازم يبقى وبناء عليه ما بعملش اي تيستي لكن بالنسبة لحضرتك على حسب بقى المصمم لازم يكتب في الدوكمنتيشن والسبك بتاعه انه لازم يبقى عمل تيستي مثلا عشرة سبيسيمنت او لازم مايجلش ان عدي فيهم عن ثمانين في المية او خمسة وسبعين في المية وهكذا ممكن قدريك ترجاعي للموضوع ده هو في ال ال اللي هو الدوكمنت بتاعة الاي سي سي مكتوب فيها برضو هذا الكلام بقية شابتر حضرتك هي الدوكمنت اللي حضرتك لو بصيت في الاي سي سي اللي هي الدوكمنت دي اللي بتكلم عليها الدوكمنت اللي هي بتاعة الابوكس بتاعة الادهنس اللي هي 300 الاسي 308 دي فيها دي فيها كل وكل الحاجات التستي اللي اتعاملت وازاي التستي يتعامل صح وازاي ارفضه وازاي يقبله وكل الستاتيستيك بتاعه ونفس الكلام حليقة هتلاقيه برضو في التستي اللي موجود برضو في الاسي 355 355 بوين 4 بتاع الادهز في انكور هتلاقيه برضو في ازاي اختبر وازاي اعمل كل الاختبارات المفروض اعملها لان حليقة فاجئة اني لما بيختبروا في التنشن بيحط الانكور الابوكسي عشان ما يبقاش الكونفايمت عشان يقلل الكونفايمت فهتلاقيه كل هذا الكلام موجود في التو دوكمنس اللي قدام حضرتك دور شكرا شكرا لحضرت تحت امر حضرتك شكور دكتور اريا دكتور محمود السقار تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وبركاته تبا السلام دكتور اريا ربنا احفظك ربنا حضرة ممتازة ومشوانس عبد الحكيم ومشوانس انس طبنا احفظكم ربنا الحقيقة كنت عايز اضيف معلوم واسأل سؤال الحاجة الاولية ان الموضوع دا حللنا مشاهدة جدا في الريبير كنت بكلم مع الدكتور محمد الزغوبي النهاردة في الموضوع دو تكن زمان لما يجي نعمل الريبير نحط مثلا share links نحط مثلا 12 وخلاص مش عارفين كان عندي كاميرا وشايلة كاميرا فرصانة وعامل عليها ستيل تراصة وحيزة كده فاضطررت اعمل الكلام دو فكان عندي اتنين اوشن زي ما الدكتور اليه قال الاولينا اشتغل بشفتر 17 وشفتر 25 والاوشن تاني اشتغل development length شفتر 25 طيب الكاميرا ما كانتش مكافية فالدزاينر اقتراع علي ان انا ادخل السيخ الاخر او ادخل الانكر الاخر ويكون full penetration واعمل في الاخر still blade يعني تبقى still blade كده لحم الحاجات من وراء فانا حبيت اخذ رأي الدكتور اليه الموضوع من تاني الكاميرا مثلا عرضها مثلا وليكن 30 سنتي وانا عندي مطلوب اكتر مطلوب في الشرطر او او شفتر 17 فاضطريت اروح لشفتر 25 ما كانش مسايد فطبع عايز اكبر هل ممكن اعمل والحم من وراء ببليد كامل بارك الله فكرة المحمود بس انا بدور على حاجة مهمة جدا هنا لو بسيت حقيق في شفتر 17 البند 1.5 بلا اذا الشفتر does not apply for a speciality insert throw bolts اللي حضرتك عملته اني حطيت زي في السايد واصبحت القوة دلوقتي اللي جاية على جزء منها رايح وجزء منها رايح بتاع البليد نظبوط ففي الحالة دي هل هقدر اعتبره لو اعتبرت يبقى شابتر 17 is not qualified شابتر بقى نجيبها ازاي بقى من اي كود او من اي شابتر اللي يبقى في الحالة دي حضرتك لازم لازم اعمل تستنج لازم الهاش هلغر تستنج والتستنج لازم يعني يتعمل فول سكيل تستنج او هاف سكيل تستنج او تفر عشان اضمن اني شوف بتاعتي هتحصل لان المشكلة هاي بتكلم فيه لو هو وفيه تنشن فورس هيحصل تمام واللونجيشن دي هتعمل ترخيم او او هتعمل في باجل بشكل او باخر فعشان كده لازم لازم تعمل او تستنج عشان حضرتك تضمن هذا الموضوع تمام تمام شكرا لك بنافو ذكره مشكور دكتور ليا انا عندي بس مداخلة لموضوع هلتي طبعا هلتي اميركا موجود عندهم و تكنيكا من ال اي سي وال اي 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 نتيجة انه الامارات كانوا معتمدين كتير على الكود بريطاني وبعد الكود اوروبي الدوكومنس الموجودة ازا بتشوف الانجلي حطيتها بالتشات دكتور عامل الفرنس لليوروبيان تكنيكا بالبولس والسستان اللود هو مشروع الحيات ريجنسي الهنا الوكوز انهاروا بال اي 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 وان فأي مشروع فيه سستان اللود تلاقي الكونسولتنت حط الكونسولتف الكونسولتف ميصير مشاكل بما صار لا ده مش مش بس كده شون سنة ده ده نفسه في لما جي اتكلم على خفض القيم وحط تشيك للوحده يعني في حالة الكود في شابتر سيفنتين حط تشيك تقريبا حط نص في يعني خفص بالقيم الارض عشان تستين له طبعا اول صراحة الموضوع الموضوع ضخم جدا الموضوع بصراحة يعني كبير وكله كله معتمد على الفيل تستينج وبالتالي يعني لازم الواحد لما يستخدم اي برودكت يشوف البلد اللي هو فيها زي ما هيك تذكرت ان دبي بتعتمد الاوروبين كود او 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 المواصفات البريطانية او الواصفات الالتروق الاوروبي هنا في امريكا انا محتمد على ال اي 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 سي بغض النظر لازم يبقى فيه او لازم يبقى فيه سيرت بارتي اه اه واتش المانيفاكشور ولازم يكون المانيفاكشور ده يعني موصوق به قبل ما استخدم اي حاجة بالاديسة اليوم طيب سؤال دكتور هل من المسموح انه الديزاين للانكرز لو هم نشتغل مسلا عن مشروع ريبير وجامين سبيشالتي كونتراكتر هل مسموح السبشالتي كونتراكتر هو اللي يعمل الديزاين للانكر مو هو الانجينير اف دي ريكورد اه زي وزي تصميم الكونيكشن وشو نسقناس بالزبط اوقات كتير اول انجينير فريكورد ما بيصممش الكونيكشن وبيعملها الديليجيت للكونتراكتر انه هو يجيب شركة تانية متخصصة في الديزاين بتاع الكونيكشن وصمم الكونيكشن ومفيش مشكلة يس طب هل من المسموح انه شركة المانيفاكشورر مثل هلتي او غيرهم هنا اللي يعملوا الديزاين لو ابروف وستامبت وكواليفايد يس طبعا استامبت وكواليفايد ما عندي تحكي على بي اي استامب يعني نازم يكون صح اكيد يس طبعا لانه هذا على اليمانات لانه ما في ما في بي اي ستامب اليمانات انا حبيت لستنظر بس لازم لقى موضوع هذا يعني في الحالة دي يبقى لازم ارجع للبلدية او لازم ارجع واسألهم ايه المتاح لكن عندنا هنا في امريكا طبعا نظام حيك عارف ان اي حد بصمم اي حاجة بتبقى فوق دماغه وشيل هاي تمام اه مهندس عدنان مبيض افضل اه يعطيك العافي اه يعطيك العافي جميعا ويعطيك العافي دكتور ايليا موضوع طير شيء وممتع جدا جدا يعني الموضوع هذا لنقول لنقول اذا بدأنا في الامر بالدراسة بدأنا تفضل الدكتور ايليا والمراجع المعتمدة فيها حقيقة نعم نصادفنا نعمل المخططات وخاصة اللي منشآت موجودة ويتم تدعيم عليها او يتم استكمال المنشآة بهاي التقنية الفرق الكبير عبيطلع معنا بين المخططات الدراسات اللي عم تنبرس ضمن الوفيس والتنفيذ اخر شي ملاقي انو عم نحول الامر لاخر شي توصيات انو مثلا ممكن تستخدم ضمن هالارتيابات ضمن هال لانو الامر تنفيذي انا ما بعرف يعني اشتغلنا بتدعيم اساسات اشتغلنا بتدعيم حتى مباني وعلى دقامي وكذا اخر شي صدنا انو نكتب توصيات كيف بدون يتنفذ كذا لانو الدراسة لما بنجينا نطبق خاصة المنشآة اذا كانت خسيمة الحديد وحتى نوع البيتون وكذا كله بيصير يصير في عليه التعديد فشو التوصيات انو نحنا هل نحنا دراساتنا بهذا المجال مثبته يعني صار فيه متل ما بوله يعني متل ما بوله انو شي لا يمكن تعديله على التنفيذي ولا شو توصيات من عند الدكتور اليوم انا كمصمم عشان اضمن السيفتي ان التصميم بتاعي والفروض بتاعي تتنفذ صحة في الموقع انا كده فهمت صحة تمام انا سمنت رحنا نننفذ لقينا الوضع بدو يصير فيه تعديلات وبشكل آني يعني انو الحديد كسيف وها بدي ما لاقي الموقع او النقطة اللي انا بدي اسقب فيها حتى موضوع العمق السقب احيانا في بعض المناطق بتلاقيها عطة السقب المناسب اللي انت بدك تعطي العمق له بعض المناطق عطة السقب ما فيك تدخل اكتر من هيك سبب كسافة حديد حتى بعض البحث او كذا او شغلات ممكن بعض يعني امور التنفيذية بهذا المجال واسع بيطلع معنا مشاكل كتير كلام حضرتك وقعي وبنتعرض له كتير جدا بس انا كمصمم لما على سبيل المثال انا هنشغال في البرج اباطمنت اللي هو ده حاليا حلو اول شي طلبتها من الاس بلت الاس بلت الاس بلت لاني من غير الاس بلت انا لا عارف اا اا اولا انا مش عارف الشرخ ده سببه هل اا اا الا انكور بولت حصل لها رست وأنا مش شاف حاجة دوه الحرصانة ولا ان هنه التايز بعيدة عن الا انكرز كالز فإذا لازم استضي اول حاجة سبب الشرخ ده من وجهة نظري النوع التاني بقى الخطوة التانية بعد كده ان انا بجيب الاس بيلت وبشوف بقى التسليح بتاعي فين واعمل دريلينج فين عشان ابتدي اصمم بنان على هذا الموضوع على سبيل المسال لو انا مثلا زي ما حضرتك تفضلت اني التسليح بتاعي very close يبقى انا ما استخدمش مثلا 3 quarter inch او ما استخدمش مثلا 19 عم نغير القطر وحتى المسافات بالموقع على اوة ما عم نشوف فطبعا الاول خطوة ان لو ما عنديش في الحالة دي الافضل ان انا بعمل 10 inch للتسليح وبتدي اعمل مع بدل ما انا بصمم وابعته للفيلد والفيلد يبعت ل ونرجع باك ان فورس باك ان فورس تمام النوع ده النوع ده من محتاجة تعاون ما بين المصمم وال او المنفس صح اي اكتر شيء المنشآت او غير الاعمال ايه خاصة ما ما في اسبل حقيقة بالمشاريع لو ما فيش اسبل في الحالة دي اهم بعمل اكسبوز للكافر خالص واستضي الربار في الفيلد ده حل الحل التاني بقى بالسكانينج دلوقتي عندنا اجهزة تقدر تقول البارز على مسافة قد ايه والقطر بتاعها قد ايه وكل هذا الكلام فزي ما بقول حضرك هي الفكرة تعاون ما بين الموقع وما بين الانجينير او المصمم لاني لو المصمم بعت اي حصوري يعني لو المصمم بعت كده سكتش او اي حاجة ورزع شوات تسليح كده او شوات انكر في اي مكان this is not how it's working عملا تتحول متل ما بقوله اشتراطات ومراعاة وكذا تحولت من دراسة دقيقة لها طبسيات صحيح صحيح الله عطل لكي دكتور شكرا لكم تحت عمر حضر مشكور مهندس عدنان جمعنا قبل ما نختم مع الدكتور اي سؤال ازا حدا حابب بيسأل فرصة مفتوحة دلوقتي قبل ما نشوف كل سنة قاية الله يبارك فيك وكل عام انت بخير دكتور كل سنة طيب شونس انس وربنا دوم عليكم وعلينا كلنا جميعا للايام بخير وروحة البال والصحة وكل شي طيب ان شاء الله ختامها كان مسك معك دكتور سنة بارك الله وفيك شونس انس وشكرا لكم التحت لها الفرصة وشكرا للاستاذة الزملاء انهم استحملون الساعة ونص دولة والساعتين اللي ربع وبرك الله وفيكم جميع والله يا دكتور الحقيقة محاضراتك ما منش شرفية وغنية جدا جدا وهذه محاضرة اليوم حولت بقدر الامكان لان الموضوع ده شرح شخصية في الكورسي بتاعي حوالي 27 ساعة حبيت بس اوضح بقدر الامكان فممكن بعد كده ان شاء الله مستقبل نعمل محاضرة تانية وثالثة وربع ان شاء الله والله انا حدث معي كنا عم الراجع يعني تصميم الانكر في المكتب والمكتب اجنبي ما عم نذكر اسماء مع الاسف حاطين طول الانكر تقريبا مترين وعشرة سنتين في حين اني ممكن كان نستغني متل ما اتفضلت وسألتك السؤال عن البريك اوت لان تقريبا سباتاش خمسي حالتين اللي فينا نعمل بس السؤال هنا مشونسا حكيم معلش هسأل حضرك سؤال حضرك بتتكلم على برج كهربا على برج الكهربا شغالي تاني شغالي تاني بالزبط عشان عشان انا انا بسأل لان ابراجك كهربا للأسف لا تصمم بالأسي شابتر سبنتين عشان ما هيك عارف تمام تمام لذلك كان ويرهاوس وحتى رحنا عليك الشركي المنفذي قالوا لي هيك الوضع قالوا لازم هذا البرائك اوت نلغيه وانتي بدل ما تروح للمترين وعشرة منروح بالأنكر بول لدقريبا ثمانية سنت كاف واف بالنسبة وخاصة انتي عندك الحديد حول كل الرقبي أو الأنكر وقطره 25 ملي ونازل من أعلى الرقبي من top of concrete لل bottom of foundation ونازل أيضا بL shape كما نعرف الخرق الثاني لكن ال chapter 17 حطت limit لل dips بالمناسبة بشان صغير بحكية تمام حطت limit في حقيقة يعني المترين دول هم مش كلهم يشتغلوا بصراحة مية بالمية مية بالمية مية بالمية أقول لها مثل ما قال لك أستاذ أنا ختامه ومسك معك الحقيقة وأنا فعلا بشكرك كتير دائما أنت ملبين ومحاضرات مفيدة للزملاء بس لازمة تكون مدفوعة والله لأن المجاني صارت لو كان مدفوعة كان لحد دائما الله يبارك عم نمسح هي حلوتها واستمتاحها أن الحوار مع الزملاء تمام بدنا والله نمسك موضوع كده في اليوم يعني في أسبوع مثلا موضوع معين ونقعد نحكي فيه مع بعض الزملاء كلهم كده نتشارب والله والله وده السلام عريكم من بدل الأستاذ حسان فضل سلم بس كلمة على مدفوعة الله يعطيك العافية مندس عبد الحكيم والدكتور يلي مدفوعة مين يعني مدفوعة دكتور مندس عبد الحكيم مدفوعة من رب العالمين هذا أحسن دفع يعني يعني فأنا كتام ومسك مع الدكتور إن شاء الله السنة الجاي نشوفه محاضرات كمان يعني شاء الله بالمستوى هذا والله دائما نحن عاملين وحصري إن الدكتور لي ما عمد خليط لعبر أمرك في أي وقت يعني في أي وقت الله يكرمك الله يكرمك وسيدك العام تبغير إن شاء الله أنت بالإسر الكريم وإن شاء الله نشوفكم بقاءة الثانية زمناء الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة